المكان سانشاين كوست في استراليا هنا ستعد الأول غطسة في اليوم نفس عميق الفيزابيليتي كويسة وطيار كويس هنا هستخدم السلوب الاستريك انبوش في سرب بس حاجة مصغيرة بحيثت براه في النص سرب سمك ثاني البونيتو حاولتقرب منه بس كان اسرع مني بكتير كان يغطس على طول كيرين نزل وكان يمنشن على سمك اسمها وكان اسكول مكرو شوتكن كويسة اول سمكة في اليوم اول سمكة في اليوم وكان هنا نازل تحت بحسن منطقة كويسة جدا بيزابيليتي طيار وانواع السمك اللي تحت كويسة جدا لو نزلتك صح لاحظ اني سرب السمك مش خايف منك هنا اعطع الارض بتستكشف المكان ورا سرب السمك دوت لاحظت بريدتر جرينجو فيش بس للأسف بتأخرت سينيتين بالظبط لديت المركب عشان غرف نقطة تانية نفس عميق استعدل الغطسة جهacz جهاز 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 هنا، أبداع أفضل الهدو فريفول هل أنزل براحة جدا عشان السمك ما يخافش مني. وفي نفس الوقت باستكشف المنطقة كويس. باحدد انه نقطة بالزبط اعود عليها. وفعلا التكنيك نجح. وفعلا التكنيك. وفعلا التكنيك. وكولر تراث. وفعلا التكنيك. وفعلا التكنيك. من احلى نواع السمك في الاكل. متوفرة برضو جدا في البحر اللحف في مصر اول سمك اللي في اليوم دوت اللي في حوالي لقيت برات صاحبي نيزل ورا سمك تقش سبحان الله من اجمل مخلوقات اللي ممكن تشوفها وبرضو في نفس الوقت من المخلوقات اللي انت مش عايز تشوفها اوقات نرح نقطة تانية المنتهنة احلب كتير نفس عميق يلا بينا موسيقى عددت الهدف وشفت السمك اللي انا عايزها بس قررت ابوص برضو تحت جوحف شوف احتمال يكون في كريفش ولا لا موسيقى منشان الضربة كويسة جدا موسيقى في موقف زي ديت انا في استراليا تعويت هنا دايما الف حوالي موسيقى وبص من الوقت بييجي سمك القرش يحاول ياخد منك السمكة ويهجمك موسيقى 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 نواية السمك انا احسن انا عارف ان النقطة ديت بيبقى فيها مش متأكد بالاسم ايه بالعربي بس محمد عادل يعرف اسماء السمك كويس جدا ممكن تسأله احسن النقطة فاضية بس بلف حوالية تاني ولقيت السمكة بعد هناك تدقرب منها بالراحة بنشن احسن النقطة احسن النقطة احسن النقطة موسيقى سميلة بيحيين على الصمكة نعم ان اقمد انواع اسماء في الصغرا يهنا لل اكل موسيقى 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 يا رب الفيديو يكون عجبكو بالحالات الجاية تبقى احلى من الفيديو بكتير